اهلا بكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية رابع اليوم راح نبلش بالدرس الثاني من كتاب المهني الفصد الثاني الوجبات الغذائية السريعة ما من فهم الوجبة السريعة هي الوجبة التي تحتوي على أطعام سريعة والتحضير كل ياتنا من حب الوجبات السريعة وكل ياتنا من فضلها مثل شطائر الشورمة مثل ووجبات البرقر مثل ووجبات الفلافل والفطائر وقطعة دجاجة المقلية واكتر اشي كمان احنا من فضله هي شرائح البطاطا المقلية هاي الأطعمة كلها تسمى وجبات سريعة احنا نفضلها لأنها سريعة وبتكون طبعا طيبة وبنفضل كمان محا مشروب غازي أو كأس عصير لكن هذه الأطعمة كلها تفتقل إلى إيش إلى الفاكهة اللي هي بتفيد جسمنا وبتفتقل إلى السلطات اللي احنا نتناولها فبالتالي احنا بنوقل هاي الوجبات على عجل لأنه هي وجبات سريعة بيكون بسبب انشغالنا بسبب انه هي زاكية كل واحد إلو وضعه الآن بدنا نشوف إيش خصائص الوجبات السريعة إيش خصائصها أول إيش سريعة الإعداد والتحضير اتنين احتواءها على كميات كبيرة من الدهن وعلى سعرات حرارية عالية كمان افتقارها إلى العناصر الغذائية المفيدة اللي احنا بحاجتها مثل فيتامينات الأملاح المعادن الضرورية الكالسة والحديد هاي الموجودة كلها بالوجبات السريعة الوجبات السريعة أصلا أكثرها دهون وسعرات حرارية كمان افتقارها إلى الألياف الغذائية اللازمة لعمل جهاز الهضمي كنا منعرف أنه الألياف بتساعد المعدة على أنها تهضم الأكل وبتساعد الأمعاء في عملية الإخراج فبالتالي الإنسان بحاجة إلى الألياف اللي هي الألياف هون بتكون موجودة بالخضروات بالفواكه الملينة للمعدة إذن هذا خصائص الوجبات السريعة هلأ إيش هي مدار الوجبات السريعة؟ بدنا نشوف إيش هي مدارها أول إشي قثرة تناول الوجبات السريعة تؤدي إلى السمن المفرطة اللي هي بتسبب نصاحة للإنسان هاي السمن المفرطة بتسبب مشكلات صحيرة للإنسان زي الصورة الموجودة عندنا كمان الإمساك حكينا عدم احتواء الوجبات السريعة على ألياف اللي هي بتسهل حركة الأمعاء مما يؤدي إلى الخمول والكسل في الأمعاء لأنه الأمعاء بحاجة إلى ملينات زي الخص زي الخضروات زي البندورة حتى تكون تسهل عملية إخراج الإنسان كمان ارتفاع نسبة الدهنيات كنا بنعرف أن الوجبات السريعة الزيت هو نفس اللي بيقلو فيه مرة ومرتين وثلاثة واربع فبتكون كل الوجبات اللي إحنا بنأكلها فيها نسبة دهنيات زيادة من الظرف الجسم وبتأدي إلى مشكلات صحية خطيرة لجسم الإنسان الآن أهمية تناول الأغذية الصحية حكينا أن الإنسان ما بيقدر يعيش من غير غذاء إذن الغذاء هو عامل مهم من عوامل النمو ودوام الصحة وكمان بيمنح الإنسان الطاقة اللي لازم إلى الحركة إذا إحنا ما تغذينا ما بنقدر يتحرك على الإنسان أنه يتناول قدر حاجته فقط ما يزيد فوق حاجته لأنه إذا جوع ونقص الغذاء بيساعدوا على الإصابة بالأمراض إذن إحنا بنوكل بس بنوكل حاجتنا ما تزيد فوق حاجتك أو تحكي والله الأكل زاكي حرام يضل لا بدي أزيد لا إحنا بنأكل حسب حاجتنا لأنه زيادة والنقصان بيدي إلى الإصابة للإنسان بالأمراض الآن إيش هي فوائد الغذاء الصحي الغذاء الصحي اللي إحنا بنتناول عليه فوائد إيش هو أول إيش بيبني الأنسجة اللازمة لنمو الجسم تعويض التالف من خلايا الجسم وأنسجته هذا كله إذا تناولنا إحنا غذاء صحي إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للدفئ والحركة وقاية الجسم من الأمراض وزيادة مناعته هذا كله إيش موجود بالهرم الغذائي اللي موجود عندنا هون الهرم الغذائي بيحتوي على جميع المجموعات الغذائية اللي إحنا بنتناولها ولكن بإرادتنا إحنا بنختار الغذاء السليم للجسم أو الغذاء غير سليم لجسمنا حتى إحنا نبني جسمنا بطريقة صحيحة هذا هو درس الوجبات الغذائية وبعدين قمنا بحل أسئلة الدرس المضافات الغذائية والوجبات الغذائية موجودين عندكم بالكتاب بصفحة 16 و 17 وأي سؤال بدكم إياك موجود بحل الأسئلة الموجودة عندنا يعطيكم ألف عافية